موسيقى الحقيقة الأولى هل هذه الأوصاف أو الصفات المذكورة في الآية الشريفة هي مميزات أم هي معللات إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة هذه الصفات ويؤتون الزكاة وهم راكعون فهل هذه الصفات مميزات من التمييز والتشخيص والتحديد أم هي معللات من التعليل يعني هل ذكرت هذه الصفات لتمييز الشخص وهو الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه صلوات المصلين ولتحديده بلحاض شأن النزول والعشرات من الروايات المسلمة التي لا شك فيها في أنها نزلت لدى الفريقين في أنها نزلت في علي بن أبي طالب عليه صلوات المصلين فهل هذه الصفات ذكرت للتمييز أو ذكرت للتميز بتعبير آخر أو ذكرت للتعليل يعني علته جعله وليا هو ما ذكره أو هي ما ذكره في هذه الآية الشريفة لما وليكم رسول الله لأنه رسول الله إذن هذه الصفات علة إنما وليكم الله لأنه الخالق المألوه إليه رسوله لأنه رسول الله حسن علي لما هو الولي لأنه الذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون احتمالان وللتوضيح بالمثال تارة تقول أكرم زيدا الطويل فالطويل لتمييزه لا للتعليل لا مدخلية لطوله في نظرك في حسن إكرامه فإذن الطويل مميز للشخص ومحدد له بين عدة أشخاص قد سموا بزيد تارة تقول أكرم زيدا العالم فتريد أن تشير بذلك إلى أن جهة إيجاب إكرامه هي كونه عالم الآية الشريفة ما الذي تريد أن تقوله تريد أن تعطينا صفات هي مميزات أم صفات هي معللات للحكم والتشريع اللي هو جعل الولاية في بادئ النظر كلاهما محتمل لكن لدى التدقيق المنصور هو أن كلتا الجهتين قد لوحظتا في الآية الشريفة يعني هذه ذكرت كمميزات وكمعللات أيضا وبذلك ندفع إشكالين متوهمين يرد أحدهما على ما لو انتخبنا الشقة الأول أنها مميزات ويرد ثانيهما على ما لو انتخبنا الشقة الثانية وهي المعللات مثلا لو قلنا بأنها مميزات حسنا يعني لتحديد الشخص فقد يشكل ويستشكل بأنه كان الأولى أن يذكر الله المستشكل يعني يقول أن يذكر صفة أدق وأوضح في التمييز كأن يقول إنما وليكم الله ورسوله وابن عمح مثلا هذا أوضح من هذه الصفات التي ذكرت في التمييز هذا لو قلنا بأنها مميزات أما لو قلنا بأنها معللات فقد فقد يشكل بأن العلة معممة ومخصصة إذن الآخرون أيضا لو تحلوا بهذه الصفات لكانوا أولياء الآية تقول إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا خاصة بصيغة الجامع والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ولذا ذاك الرجل الثاني المعروف قال على حسب ما في تفسير الصافي الشريف يقول عن عمر بن الخطاب أنه قال والله لقد تصدقت بأربعين خاتما وأنا راكع لينزل في ما نزل في علي بن أبي طالب فما نزل هكذا الكلام هو أنه لو قلنا بأنها معللات فقد يتوهم أن هذه يعني التصدق وأنت بالخاتم أو غيره وأنت راكع إلا تجعلك الولاية جعل الله الولاية له كما توهم هذا الشخص أو غيره لكن إذا قلنا بأنها مميزات ومعللات وهنا الروع القرآنية أن الله ذكر مميزا لكن هو في نفس الوقت معلل أما المميز فبالروايات التي أوضحت شأن النزول وضمنا ذكر العلة فذكر علة مميزة فقد جمع الله سبحانه وتعالى بين الصفتين لو قال وابن عمه كانت مميزة لكن ليش ممعلوم ليش لكن حيث ذكر هذه الصفات بمعونة شأن النزول فهو مميز ومعلل في الوقت نفسه ونضيف جوابا آخر وهو أن العلة ليست ما يظهر لعامة الناس ومنهم هذا الرجل من الآية العلة هي درجة خاصة سامية لا يرقى إليها عقل البشر من الإيمان ليس مطلق الإيمان علة للولاية المجعولة من الله سبحانه وتعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا لكن أي إيمان قمة قمة القمة الذين يقيمون الصلاة أيّة إقامة للصلاة ويؤتون الزكاة أيّ إيطاء للزكاة وأيّ إخلاص وخلوص نية وبأيّة كيفية ترجمة نانسي قنقر